صيد السمك مهنة قديمة ومتوارثة في مدينة طرطوس يمارسها البعض كمصدر رزق دائم وحرفة يومية والبعض الآخر كهواية وتتنوع طرق صيد الأسماك من صيد المراكب إلى الصيد بالصنارة والشباك وطرق أخرى متعددة اليوم مثلا الأحفاد يمارسوا المهنة فيه تعدد كثير بين مراكب بين شباك نحن بحاجة بس بأمر واحد هو نحافظ على السرع السمكي ونحافظ عليه الأجيال القادمة الاهتمام بفتحات الشباك أنه تكون منا كبير كتير خاصة بالموسم الحالي اللي هو موسم إبادة للأسماك إضافة أن نحن ما لازم نشوف السمك بس أنه طعام لناكله السمك ممكن يكون هو مورد رزق كسياحة ممكن يكون عنا بين أرواد وبين جزيرة النمل في موقع ممكن يتحول لمحمية طبيعية كم مقصد للسياح لمحافظتنا ولبلدنا بشكل كامل كل يوم الصبحية بيجي وصيدنا للساعة 3-4 والحمد لله الرب يوفقنا الحمد لله منشيل شيء منشيل منشيل والحمد لله يعني الرصة كيسي والله صيد البوري أكتر شيء منشيل البوري هو بيأكل معنا من 12 هو طالعي للصيد السمك يعني والسمك كمرة كيسي بجوز بساعة ساعتين ثلاثة بجوز النهار كله ما تشيل بس بضى صبر أكتر شيء صيد السمك حرفة تحولت إلى مهنة متقنة بأساليبها المختلفة والعصرية فهي تحتاج إلى الصبر والخبرة في مجال البحر كما يتقنها الكثير من أهالي طرطوس ويعتمدون عليها كمصدر للدخل والعيش في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد محمد حسن الإخبارية السورية طرطوس